بعد إشارة البدء من قبل رئيس عبدالفتاح سيسي لانطلاق المبادرة شهدت محافظة بني سويف استفافة نحو 20 عربة محملة بـ 22 ألف كرتونة معباة بالمواد الغذائية بحوالي أكثر من 200 طن ليتم توزيعها على أهالي قرى مركز سمسطة وذلك بمشاركة مؤسستي أبو هشيم الخير وحياة كريمة هنبدأ بـ 20 ألف في سمسطة 10 ألف في الوسطى بيبا أهناسيا باندر بني سويف مركز ناصر يعني بنحاول نوصل لمعظم المركز في بني سويف كل مركز نصيبه تبقى لعدد نسماته ودي حاجة حلوة لأن احنا بنتكلم في مكون من أهم المكونات اللي المفروض بتمس المواطن بصورة مباشرة على أرض بني سويف وهو مكون الحماية الاجتماعية تعاوننا مع حياة كريمة ده مش التعاون الأول ده تالت تعاون ما بينه وما بين حياة كريمة دايما في مؤسسة أبو هشيم الخير عندنا مبدأ اللي نحن نتعامل مع الكيانات الكبيرة اللي بتدمن أن كل مبادراتنا توصل للمحتاجين يأتي نصيب محافظة بني سويف على مدار الأيام القادمة بتوزيع نحو 70 ألف كرتونة لسبع مراكز تابعين للمحافظة من أصل 200 ألف كرتونة يتم توزيعها على جميع المحافظات من قبل المؤسستين وبمشاركة أكثر من 300 متطوع عمل الخير ده مش محتاج كلام دي حاجة نبعة جوه المواطن المصري مواطن المصري بتطبيعته بفتراته أسلا بيحب الخير بيحب الخير لكل الناس بفرح جدا لما بشوف الناس أبدئي حريصة أنهم ينزلوا يساعدون في توصيل الكراتين أو يعني المواد الغذائية اللي تستحقها الناس في بني سويف أو في كل المحافظات تأتي هذه القافلة كأول مشاركة لمؤسسة أبو هشيم الخير بعد توقيع برتوكول تعاون بينه وبين التحالف لتترجم هذه المشاهد نجاح التحالف الوطني في وصوله للفات الأكثر احتياجا بناء على قاعدة بيانات للتحالف بجميع المحافظات وتنصيق كامل بين جميع المؤسسات التي تعمل تحت مظلته